اشتركوا في القناة بإرسال التهنية وبعيدوا علي وقولوا لي كل عام أنت بخير ومناسبة عيد ميلادي فبشكر الجميع ويعني كنت حابب اليوم يعني تكون الحلقة غير يعني كنت حابب أن أكون معك وبث مباشر وأطلع بحلقة صوت وصورة ويعني نوع من أنواع التغيير هيك ولكن للأسف الشديد أنه ما عرفت أعمل الإعداد عساس أني أعمل من التليفون ما زبطت مع الأمور ما مشت مثل ما بدي ولكن حبيت أني أنا أشكركم وإن شاء الله أنه يعني ربنا بتمم علي الشفاء والعافية وأهم شيء أنه يظل معطيني الصحة لعباته وطاعته هذا أهم نقطة ويفضل العقل ثابت غير متأرجح في محبته واللسان ناطق بذكره دائما إن شاء الله تعالى وأتمنى لكم نفس الشيء وياريت إنكم توصوني يعني إذا في عندكم أي حد حاب يوصيني بشيء لحياتي لمماتي لآخرتي لدنياي فيكتب لي تحت نصيحة أو جملة أو عبارة بيحبها أو بتتوارد لذكره عسى أنها تكون هذه مفتاح أو ملهمة بالنسبة لإلي هاي هي هديتكو بالنسبة لإلي يعني بدأ أعتبرها إنها أثمن هدية هي هذه النصيحة وما في أجمل من النصيحة في أي وقت لكم كل الاحترام وكل التقدير وبلاش أطيل عليكو خلينا نروح على توقعاتنا اليومية طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الخميس خمسة آب القمر اليوم رح يكون موجود في منزلة الذراع هو الآن في موعد بث الحلقة في منزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء رح يمكت فيها القمر لغاية الساعة 9 و17 دقيقة مساء من مساء هذه الليلة اللي هي الأربعاء على الخميس بتوقيت جرينيش طبعا كل التوقعات اللي إحنا بنحكيها والأوقات بعدها بدو ينتقل لمنزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يمكت فيها إلى ما بعد حلقة الغد اللي هو توقعات الجمعة فرح نذكر الانتقال إن شاء الله بكرة طبعا القمر زي ما ذكرنا بالأمس اليوم رح يتنقل في ساعات المساء يعني بعد قليل القمر ما زال موجود بالجوزاء الآن في زاوية رح تتشكل بعد قليل اللي هي الساعة 37 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش هي زاوية تثليث إيجابية زي ما ذكرنا في حلقة الأمس بين القمر وبين المشتريك وهاي بتخلينا نهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة 37 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش من هذه الليلة بيبدأ خلو المسار بيستمر لغاية الساعة 9 و16 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الأردن منزيد ثلاث ساعات بنتهي الساعة 12 و16 دقيقة بعد منتصف الليل وهذا بيعني إنه فترة خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح للبدأ بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر زي ما حكينا إنه عند منتصف الليل بتوقيت الأردن يعني الساعة 9 و16 دقيقة بتوقيت جرينيش القمر رح ينتقل ويصير في السرطان فعشان هيك ما رح نذكر تأثيره بالجوزاء رح نذكر تأثيره بالسرطان اللي الفترة هاي رح نتأثر جميعنا بصفات برج السرطان نشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا بحيث أننا نشعر بحافظ الالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا شراء عقار أو بيت أو ترحال من بيت لبيت أو زراعة نبتة ماء أو الاهتمام بنبتة أو شجيرة أو حديقة الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت الزاوية اللي رح تتشكل هي زاوية وحيدة اليوم بعد الانتقال هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي الزاوية رح تكون الساعة 5 و 16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر طبعا القمر بما أنه رح يكون في برج السرطان خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الجمعة اللي هو 6 ثمانية بيبدأ في تمام الساعة 10 و 11 دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي أي يوم السبت في تمام الساعة 37 و 31 دقيقة صباحا لا ينتقل القمر لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال 27 يوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل بكمل 27 يوم نسبة الإضاءة 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية هي سعيدة بنسبة 15% القمر في الجوزاء وبدو ينتقل في بعد ساعات لبرج السرطان رح يمكث فيه لغاية يوم 7 ثمانية هو سعيد بنسبة 50% هذا اليوم عطارد في الأسد حتى يوم 11 ثمانية منتحس بنسبة 40% الزهرة في العذراء حتى يوم 16 ثمانية سعيد بنسبة 15% المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة منتحس بنسبة 10% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% قرانوس في الثورة حتى يوم 20 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1 اتناش منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما رح نحكي عن التأثيرات والقمر موجود بالجوزاء احنا رح نحكي عن التأثير اللي رح يصير زي ما حكينا بتوقيت الوردن بعد منتصف الديل فعشان هيك التركيز رح يكون على انتقاله لبرج السرطان خلال هذا اليوم بتنهمكو في امور لها صلة بالبيت والعائلة اهم اشي زي ما حكينا في حلقة الامس ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على احد من افراد العائلة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم بالفترة هاي ممكن تهتموا بشؤون عائلية او ترتيبات او مشتريات او تصليحات منزلية او مناسبة معينة حاذروا من التصرفات العدائية حاولوا ما تخالفوا القوانين والارشادات ممكن تتعاني من نوع من الارهاق النفسي بسبب انه القمر بشكل زوي تربيع اساسا مع برجك فهاي شوي بتخلي نفسيتك شوي متوترة ممكن تسمع بالفترة هاي عتاب او لوم بسبب اهمالك او بسبب كلام جارح فبدك تحذر من الامور هاي برج الثور بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات خلال هذا اليوم طبعا التنقلات رح تكون بالنسبة للكم تنقلات قصيرة يعني مش سفر بعيد خارج الدولة يعني بكون داخل حدود الدولة اللي انت موجود فيها قل ما حسب طالعهم هم اللي بسافروا لمكان بعيد ولكن بالنسبة للاتصالات بتكثر عندكم الاتصالات بشكل كبير اليوم انتو نشطين جدا عندكو رغبة للتواصل عندكو سرعة بديهة عالية وقدرة على الاقناع عالية اهم شي انكو تكونو اكثر صبر اثناء قيادة السيارة او الحركة او النشاط اليوم من الاصابات او من حوادث السير هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان حاول انك تتعبر عن رأيك ولكن بهدوء وبدون اثارة العدوات والتحفظات لا تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة اهم اشي انه اليوم انت ما رح تهدأ وتيرتك برج الجوزة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي عادة من عمل اضافي او اموال لكم تستردوها او ممكن انه شوي هيك تحصلوا على هدية او نوع من انواع الدعم اهم شي انكو تخففوا من النفقات قدر الامكان ممكن تناقش موضوع تمويل او قرض او ممكن تحصل على التسوية اللي انت بتحلم فيها اذا كان عليك ديون مثلا وحابب تعمل تسوية معينة بالامور المالية هذا يوم مناسب برضو بتفتح امامك ابواب الحوار والنقاش البناء حاول انك تبرر مواقفك وضح وجهة نظرك او دافع عن نفسك من اي سوء تفاهم اليوم عندك قدرة جيدة انك توصل الرسالة فاستغل هاي النقطة لانها رح تكون لصالحك برج السرطان انتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على انجاز الكثير من مشاغلكم طبعا القمر بما انه موجود عندكم او رح يستقر اليوم في البرج في السرطان نفسه فهذا تلقائيا بمنحكم طاقة عالية جدا وتكون فترة مميزة بالنسبة للكم اهم شي انكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم خصوصا اذا اضطريتوا لذلك لهذا الموضوع ولكن بدون عصبية وبدون حدية عشان ما تضيع الامور وصير الحق عليكم انتم اليوم بترتفع عندكم المعنويات والاجواء بتصير واعدة بحسم ايجابي او انطلاقة لعمل او صفحة جديدة بتمر عليكم في خلال الفترة هاي تحمل هاي الفترة برضو تقدم واخبار جديدة وبتعدلكم النشاط في حياتكم اليومية وتعتبر من اجمل ايام الشهر اذا استغلتوها بشكل ايجابي برج الاسد طبعا القمر موجود بالسرطان يعني بيت المتاعب لبرج الاسد فعشان هيك التعب بظل مسيطر عليكم بظل في امور مخيبة للامال موجودة او هيك بتحسوا نفسيتكم تعبانة بتحسوا انه ما عندكو طاقة بتحسوا انه ما حدا فاهمكم بتحسوا انه الامور مش ماشي معكم مثل ما بدكم حاولوا فقط انكو تنجزوا الامور او العمل العاجل اخلدوا للراحة من وقت لاخر يعني بدك تكون روتيني هذا اليوم ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسار او الفشل او التعب الصحي خلال هاي الفترة بتفشل اعمالك في حصد النجاح وبتخيب امالك لتأجيل موضوع او لالغاء موضوع في اللحظات الاخيرة فعشان هيك بدك تكون جاهز لهاي الامور واخذها بصدر رحم برج العذرة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم اللي ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اهم اشي انكم تتجنبوا انتقاد احدهم الفترة هاي اجتماعية جيدة جدا بناسبك العمل من ضمن مجموعة من الزملاء او الاهل انت بحاجة للتحالفات بالفترة هاي ممكن تفرح لتفاهم الاخرين لالك وتحصل على تأييد او تشارك في ورشة عمل وفي منكم رح يتوجه له دعوة لا حضور مناسبة او حفلة او جمعة اصدقاء وممكن البعض منكم يطلقى اتصال من صديق قديم او من فترات ما سمع عنه شيء فجأة يجدوا في طريقه او يجد اتصال منه حاولوا تسعدوا من لقاءتكم الاجتماعية فالفترة هاي ممتازة للتحالفات زي ما حكينا برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين الفترة هاي هذا بيت السمعة بالنسبة للكم فعشان هاي حاولوا تنجزوا اعمالكم خلوا علاقاتكم جيدة بالمسؤولين بزملائكم بالعمل بوسعكم اثبات جدارتكم والدفاع عن مصالحكم هذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني او الاجتماعي ما بيتعاطف ولا بيتعاون معك اهم شيء انك ما تخشى المواجهة ولا المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح الفترة هاي بتحمل نوع من انواع القلق والتوتر لانه يعتبر هذا بيت السمعة فعشان هيك حاولوا ما تخالفوا القوانين وحاولوا ما تدخلوا بأي مشاكل ممكن انها تسيئ لكم بالفترة هاي وتشوه سمعتكم برج العقرب بتنشطوا في امور لها علاقة بالاتصالات البعيدة السفر والاوراق القانونية القضايا القضائية الدراسة الجامعية يعني كل واحد على حسب حق الاختصاصه ولكن يعتبر بالنسبة لموليد برج العقرب هذا مكان مناسب لإلهم وجود القمر مكان مناسب لإلهم في مكاسب على مختلف الأصعد فعشان هيك بتكونوا او تستغلوها بشكل كبير بتكونوا اكثر صبر فقط اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيشوا اجمل اللحظات واكثرها حضا وخصوصا اذا اختلطتوا بالمجتمع وبالاشخاص اللي حواليكم ولكن بدون حساسية وبدون عصبية بتختفي كل المنافسات والعدوات وهاي الفترة بتسهل عليك جميع تحركاتك اهم شي انك ما تقف ساكن ما تضيع هاي الفرصة من ايدك لهاي الأيام ودول لا انا في البيت بستنى الحظ يجيني الحظ ما رح يجيك انت بدك تتحرك برج القوس بتنهمكو في امور الها علاقة بضبط جؤونكم المالية المشتركة حكينا انه البيت الثامن بدل على الاموال اللي بتكون مشتركة ما بينك وبين اشخاص اخر زوجك زوجتك شريكك في العمل بنك ضريبة تأمين ميراث تركة كلها هاي اموال مشتركة رغم النفقات في الفترة هاي لكن في فرص لمكسب مصدره شراكة او تعويض ممكن يجي التعويض هذا اموال لا اليك ممكن مستحقات ممكن يجع شكل قرض يعني من هذه القبيل اهم شيء انك تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الاوضاع لعادة بعض الامور للنصابها حادروا اهم شيء من مخالفة القوانين والتعليمات واللي حاول انك ما ترفض اي مساعدة من قبل الاخرين ممكن الفترة هاي تعالج موضوع مالي او موضوع اداري برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة طبعا القمر مقابلك تماما فهذا بعطيك ايجابية وبعطيك سلبية ايجابيته انه بعززوا الامور كلها اللي لها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية وعلاقتكم بازواجكم من مصالحات او من اتفاقات او من مرافقات يعني تترافقوا في مشوار او في مكان معين مع بعض او مصالحة بين اللي بكون بينهم خلاف ما بينهم وبين ازواجهم حاولوا انكوا تبحثوا عن قاسم مجترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفية بالفترة هاي ولكن طبعا القمر بما انه موجود مقابلك معناته هاي فترة متوترة ممكن تتورط في ازمة ما فبدك تكون حذر ممكن تضطر للابطاء بمسار معين او تغير خطواتك او تغير اتجاهك او تغير نمط معين انا بشوف انه ما فيه اي مشكلة في هذا الموضوع ما تعند على رأيك انه انا الصح وبدأ اكمل احاول برضو انك ما توجه اي انتقاد لاي شخص برج الدلو بيتراكم العمل لديكم لانه القمر موجود في البيت السادس حكينا الو علاقنا بالصحة وبالعمل فبدكوا تحاولوا انجاز ما بوسعكم من اعمال دون اهمال صحتكم حاولوا انه ما تحملوا اكثر من عمل او تمشي باكثر من عمل مع بعض يعني امشي رتب ايش الاولوية لأي عمل اللي انت بدك تنفذه في الاول بعدين بتنتقل على العمل الثاني عشان ما تتخربط اليوم او تتلخبط امورك وما تقدر تنجز اعمالك حاول برضو انكم ما تدخلوا في مواجهة مع زملائكم في العمل او زملائكم في المكان الدراسي او تعليمي حاضروا من تراجع صحي لانه صحتكم بتكون ضعيفة فعليا هو ما في خوف لان انا مش شايف زوايا انها بتدل على تعب صحي والقمر سعيد ولكن البعض ممكن يشعر ببعض التوعوكات الصحية غيروا من اولوياتكم اذا دعت الحاجة وحاولوا انكم ما تعندوا باكروا للعمل تفادي لأي تأخير في اعمالكم اليومية برج الحود ابتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا اليوم هذا يوم مميز يوم منقدر نحكي انه من الايام اللي ننتظرها كل شهر انها تلفق يجي القمر موجود في بيت الخامس لأي برد فعشان هيك هذا اليوم يوم للاحبة يوم للحب والغرام والترفيه الانبساط المناسبات فهذا يوم مميز جدا حاولوا انكم تكونوا مستعدين لإلو وتتحركوا باتجاهه ممكن يقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة او لتسوية او للتعارف او للارتباط نشاطاتكم بتكون متنوعة وثقتكم بنفسكم بتكون عالية وقدرتكم على استيعاب الامور برضو بتكون ممتازة هاي فترة ايجابية على جميع الاصعيد حتى على مستوى الحضوظ ممتازة جدا فحاولوا انكم تستغلوها وحاولوا انكم تكسبوا من خلال هاي الفترة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء